الأخ عزيزتي من طرابلس يسأل عن بطاقة التداول بطاقة التداول صدرت فيها فتوى رسمية من دار الإفتاع تبين حكم التعامل بها وبناء على ما قام به شركة التداول مع مصرف السراي والكيفية التي تقع بها وعند نسبة فيها 3% عن كل عملية شراء تشتري دينار يخص منك 3 دينار تذهب إلى الشركة تشري ب1000 دينار يخص منك 30 دينار وهكذا هذه فيها جملة من المحاذير إما بناء على نوع الحساب الذي يأتي إلى تداول كي يفوع لساس أن حساب جاري والحساب الجاري هذا هو قرض وبالتالي هذه النسبة في الزيادة اعتبرناها قرض قرض بزيادة وهو ربا اعتبرناها وكالة فيها وكالة في التحمل والأذاء اعتبرناها حوالى هذه النسبة تخرج الحوالى من المعروف إلى المكايسة وكذا والأصل حوالى باطل فبغرض المكايسة فيها ترجع إلى البطلان مرة أخرى أصل الحوالى هي بيع الدين بالدين وهذا باطل ولكن استطناها الشرع لحاجة الناس والرفق فإذا دخلنا فيها نسبة 3% هذه ترجع مرة أخرى إلى الغرر والمكايسة وعدم إرادة الرفق فترجع إلى الممنوع مرة أخرى قد يترتب عليها اجتماع بيع وسلف إذا قلنا هو وكيل للشراء عنك والبيع جاء من قصة الأجر هذه اللي بتعطيها مقابل كل عملية اللي هي 3% فيبقى فيها بيع وسلف فالعمل ببطاقة تداول فيه كثير إضافة إلى شرط آخر إن لما تترك العمل ببطاقة تداول يفرضون عليك رسوما غير معينة وهذا من الغرر الذي يفسد البيوع والتعاملات فلكل هذه الأمور العمل ببطاقة تداول على حسب فتوى دار الإفتاء غير جائز